خلونا ناخد هاتفيا للتعليق على هذا التقرير وعلى كلام السادة المواطنين دول الدكتور جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك يا أستاذة منا وأستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك أنا عارفة أن حضرتك تابعت معنا هذا التقرير وفق أنه حضرتكم على علم بمشكلة هؤلاء العمال فأنا عايزة أعرف يا فندم كيف تنظر وزارة الأوقاف إلى أوضاع هؤلاء العمال قبل ما أسأل على موضوع أن هم تقلهم امضوا على تقرير في الشهر العقاري بالتنازل عن المدة السابقة والله يا أستاذ منا هذا كان نزيف في وزارة الأوقاف من عمالة وهمية وتسلل عن طريق العمالة الوهمية وعن طريق ضعاف النفوس الذين كانوا يتاجرون في أرزاق الناس وهؤلاء العمال يعني متاكين وغلابة ومنهم اللي باع ما يملك عشان يحصل على وظيفة ومنهم من كان ولكن تعرضوا لقصة يعني النصب واحتيال من أفراد خارج الأوقاف وقد يكون وقد يكون لأجزم بذلك معاونة من صغار موظفين كانوا في الأوقاف لكن الأوقاف بعد ثلاثين ستة الفين وثلاثة الحمد لله استفاقت من هذه القطوة من هذا المرض المزمن العضال الذي كان عبارة عن عمال يضمه إلى المساجد تبني مساجد وهمية لا علاقة لها كمساجد ولكن يضمه عن طريق عامل مسجد يعني مثلا لو أنت نظرتي لمسجد الفتح في رمسيس له باب على شارع الجمهورية وباب آخر على شارع ما عرفش الشارع الثاني اسمه إيه مرة يضم بثلاث عمال بإسم مسجد كذا على شارع الجمهورية ومرة يضم بإسم مسجد كذا وعليه ثلاث عمال بشارع آخر وهو المسجد واحد كانت هذه يعني الحقيقة سيل عرم من الفساد أغلق في عهد معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بقراره الجريح وهو عدم ضم المساجد بالعمالة طيب كانت أناس هناك بعض الناس مش مضمومة إلى وقاف ولذلك هو أحد في التقرير بيقول لك إيه اشتغلنا عشر سنين ومناش قرار تعين فكيف واحد يشتغل من غير قرار تعين هذه القرارات اللي بتعرضي فيها سياتك كلها قرارات وهمية مشهوبة على سكانر أحيانا واخد أرقام أخطاء لكن ليست لا علاقة والموضوع أي دكتور أنا مع حضرتك يا دكتور جيبر بس هم برضو زنبوم إيه يعني بافتراض أن هم اتضحك عليهم وأخذوا قرارات وهمية هم زنبوم إيه فند نعم نعم يا فندب هم النهاية هل العامل ده فعلا اشتغل عدد سنوات معينة ولا لا لا يا فندب اشتغل فين يا فندب اشتغل في الأوقاف لا 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 هؤلاء هؤلاء موضوحهم في النيابة الآن إذا ما حكمت النيابة لهم على العين والرأس يأتي بالحكم القضائي ننفذه ونحترم أحكام القضاء كاملة وإبعاد قضايا ومعظمهم رفعوا قضايا على وزنة الأوقاف ورفضت هذه القضايا لكن ما زال هناك قضايا أمام النيابة بتنظر أمام النيابة العامة تنظر يا فندب عندما يأتي بحكم نحمله فوق الأعناق وفوق رؤوسك طيب سؤال تاني يا دكتور جابر وأنا أعلم أنه حضرتك دقيق في إجاباتك دائما يعني ما صحت ما قيل من بعض هؤلاء المواطنين حتى في التقرير حالك سمعتوا أنه اتقلهم عايز تتسبت تروح الشهر العقاري تكتب تقرير هناك أو إقرار أنه أنت متنازل عن مدة العمل السابقة في أعقاب 2011 في ثورة 25 يناير كان فيه مفلات أمني وكان فيه مفلات في المؤسسات الدولة وكانت الناس تتظاهر في دواوين الوزارة والمدريات الإقليمية وكانت كلها حلولهم سكينات الناس تروح لهم وقولوا لا طب روح أعمل كذا طب روح أعمل كذا كلها حلول كانت مؤقتة لكن لا يجزم أحد أنه هو يقبل عامل غير موظف وغير مدرج في جلات وزارة الأوقاف ويضمن له التعيين لكن هؤلاء زنبهم في رقبة من أحصل منهم على أموال مقابل أنهم يعينهم على وظيفة ولكن باع لهم الوهم طيب أنا بسأل حضرتك يا دكتور هل حاليا دلوقتي بيقال لبعض هؤلاء المواطنون روح الشهر العقاري لو عايز تتثبت وتنازل عن مدتك السابقة لا يقول أن نحن في وزارة الأوقاف يقول من الذي قال له ذلك طيب ما يروح طيب ما يروح يعمل تنازل وهناك المحامين يقول له هذا تنازل إزعان لأنه مجل يطلب حقه أنت بتزعينه إزعان القانون محدش مغفل عن القانون أيوة يا دكتور جابر يعني دلوقتي لو أنا وصلت حضرتك بعدد من هؤلاء المواطنين وقالوا لك الموظف الفلاني اللي قال لنا كذا هل حيتم محاسبته يا دكتور جابر إذا ما ثابت بالفعل أنه ده تقلهم لأنه ما قدرش يا فندم أقول للمواطن كده ما قدرش خياره وهو أصلا وضعه الاجتماعي وحالته صعبة جدا وحضرتك عارف ده يا أستاذة منا المسؤول لا يقول ذلك يقول لي فلان مسؤول في الديوان في رتبة وكيل وزارة أو مدير عام وقال ليه كذا أما واحد يجاب الواحد في الشارع أو يروح يصلي في الجامعة وعمل الجامعة والإمام أي أن كان مش لازم يكون وكيل وزارة يا دكتور جابر ممكن يبقى موظف قعد على مكتبه بس هو بيمثل وزارة الأوقاف لا فيش هذا الكلام غير موجود بالمرة حتى ولو قالوا غير موجود عندنا بالمرة أنا رئيس طعب ديني وعندنا رؤساء القطاعات اللي هم أصحاب الكلمة في الوزارة الموضوع قتل بحثا هذا وأمره في النيابة ونبلجال اللي قيل وقالوا فلان قال لي وفلان أجتله طيب إحنا برضو في النهاية يهمنا طالما الموضوع أمام النيابة العامة طبعا هننتظر قرار النيابة ونحترمه أكيد وبرضو لو في عندي أكتر من شكوى لأن هي الحقيقة عددت الشكاوى بالنسبة لأنه في ناس اتقلها رسمي من داخل وزارة الأوقاف روح اتنازل في الشهر العقاري فلو ده بالفعل يا فندم معي أنا بعد إذن حضرتك حتى خارج الهوى هنوصلهم لحضرتك علشان بس تحقق في الموضوع ده لأنه لو يعني صح ذلك فهناك قدر كبير من الظلم بيقع على المواطن أو العامل وده أكيد حضرتك يا فندم وجميع من يعمل في وزارة الأوقاف مش هيكون راضي عنه هذا غير موجود وكلام طبعا يعني موضوع في أروقة المحاكم وعندما يأتي بحكم قضاء نحن نرحل به لكن فلان قال له روح اتنازل أو ما تنازلش لو هو كان راح اتنازل وكان بيّن لنفسه هل هو حيوعين ولا لا طب واحد يضرب المثل كده وروح يتنازل على فترة في ناس يا دكتور جابر عشان كده بيقوله حركة ممكن نستكمل ده مع بعض لأنه في ناس بالفعل اتنازلت وبرضه ما تثبتتش أي مدلل على إنها واهم ونصف طب يا فندم قد يكون هناك بعض الموضفين داخل الوزارة هم اللي بيقولوا المعلومات زي يا فندم لا الوزارة وزارة الأوقاف منذ بيقى هذا مش قانوني كمان يا فندم لا لا منضبطة منضبطة وما فيش حد عندنا يقول هذا الكلام نهائيا طيب كل واحد مسؤول عن كلمته احنا ده وزارة دعوية دينية تدعو إلى الفضيلة فلا يمكن أبدا أن يكون إذا كان في السابق نظام مترهل وكانت أمور ترتكب في ورزات الأوقاف الآن الحمد لله المنظومة منضبطة ولا يمكن أبدا أحد يصل لهذا السفح ويقول بمستهالة شكرا جزيلا شكرا دكتور جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني وحنتابع هذه القضية إن شاء الله ونشوف كمان حكم النيابة حيكون إيه حنطلع مع بعض